هو الحقيقة كمان هو بيكتب أعماله فهو تفاصيل التفاصيل هو عارف يلعب ازاي عارف يعمل هندس الدراما ازاي وعايز أقولك على حاجة كمان حتى مش هو الكاتب لما بيحس أن الموقف الدرامي محتاج تغيير بعض الكلمات بيعض يغيرها بيعض يقول لا 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 أنا كان مفروض ده يبقى كذا عشان يبقى كذا بصي التصالح مع النفس لا لا بصراحة بأمانة أنا بشكره على الهوى بشكره جدا جدا الحقيقة أنه شاور على لبنى المخرج اللي يعرف قيمة الممثل عايز أقولك على فكرة هو أصر علي هو صمم علي صمم على وجودي في المسلسل الله الله شوف يما المؤلف والمخرج يقوموا صممين أيوة أنا بشكره من قلبي لأنه بجد هو السبب من بعد ربنا سبحانه وتعالى في لنا فيه ده يا حبيبتي ومحمد رمضان الحق يقال لأنه برضو قلاء يعني وليلين قوي من النجوم معنش ما نزعرش من اللي ما ببقاش عندهم غيرة من تواجد ممثل قوي ممثل قوي معنا هو أنا أعتقد محمد رمضان بيفرح يعني كان بيعلق علي من قبل مقصد محمد سامي يعلق علي الله كان طول الوقت يقولي أنا بتفقل بيك الله يا أمي أنت موسلة عظيمة الله أنا بتفقل بيك طب أنت عايزة إيه عايزة الجو ده تطلعي فيه إيه تطلعي أحلى معنا ولأن محمد كمان لحقيقة ممثل مش بس شاطر ومبدأ لا هو زكي جدا زكي يعني إيه يعني يبقى واثق في نفسه أن الممثل قدامه لو ممثل شاطر فكرة الغيرة دي بأيدي عندما أقول أن الممثل ده هعليه هو ده هو ده يعني أنا عايزة أقولك معلش قليلين برضا قليلين من القليلين أنه هو بيعمل ده بجد بيعمله عن ثقة بالنفس فيه منه كتير فيه نجوم أنا اشتغلت منه زي محمد رمضان كده بس ليه كريم عبد العزيز أنا اشتغلت مع الحياة ويحب أول زود اللي قدامه أمير قرار أنا ما اشتغلتش مع أمير بس يوسف الشريف ولا يوسف جميل يوسف برضو مفتقدين وسنادي اشتغلتش مع يوسف آآ طبعا كفر دلهاب أيوة يا لهوي على جمالك كفر دلهاب يا لهوي على الشخصية والتكتيبة يا ربي يعني يا ربي ما كنتش نسيت اسم حد من اللي أنا اشتغلت معهم بس الناس دي بجد الناس ما بيفرقش معاه خالص بالعكس دلما بيبقى الممثل قدامه قوي هو بيبقى مبسوط وبيكرت معاه كمان الشغل طب قوليلي هل محمد ريب يقعد يقرأ معاك مثلا المشاهد اللي بينك وبينه آه طبعا يا نشوة احنا كنا في عمل في رب عمل آآ وده احنا مفتقدين ومن زمان الكلمة الأخيرة لأستاذ محمد سامي ومن زوءه بيروح للممثل ما بيقولش من وراء المينتر آآ مش بصوت عالي إطلاقا يعني أنا اللي بيتقال عنه ده أنا أنا اشتغلت معاه مرتين يعني فعلا إن جاءكم فاصغ منه بقى يعني لا والحقيقة احنا أعماله بتشهده آآ وأعماله بتتكلم عنه بييجي لغاية عندك ويقولك لأ احنا عملنا كذا ما ينفعش المفوتي بقى كذا بينه وبينك وده برضو من المخرجين القليلين اللي أنا اشتغلت معهم بيعمل كده محمد شاكر خضر بيعمل كده الله كمان بيعمل كده بيجي لغاية عندك ويقولك أعتقد دي المسلسة النازل في نصف تاني محمد أنا شغالة فيه ضفة شرف تحت الوصاية الله أنا شفت البرومو أساس محمد شاكر لا 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 حاجة عظمة بصي يعني حنستناكي كمان في شخصية تانية تحت الوصاية إن شاء الله مختلفة ولا بصي هو ضفة شرف بس طبعا مختلفة تماما الله الله مختلفة تماما بص يا لغنا أنت من تركيبة الوصية بش هسمع ضفة شرف بسط المشهد معاك بيرشق في الوجدان مش بيعدي أنا من زمان قوي من زمان من أول ما بدأت المهنة دي من سنة 1980 فنون جميلة آه أيوة أنا كنت فنون جميلة أنا خدت ممثلة أولى بدور سنوي اللي بيسموه دور سنوي كان دور صغير جدا في مسحية سم غاب القمر أنا خدت ممثلة أولى على مستوى جامعات مصر الله من ساعتها وأنا جوايا قناعة شخصية تامة بإن ما فيش دور كبير ودور صغير فيه ممثل كبير وممثل صغير فيه ممثل ياخد بطولة وما تفتكرهوش عمل إيه مع أنه أخد بطولات معاك حق وفيه ممثل يعمل مشهد تقولي الفلان اللي عمل فاكرة لم ما يتنسيه لغنا أنت عملت مش مشهد بقى أنت عملت شط في إعلان أنا فاكرة كويس جدا إعلان كنت عاملة فيه شط شايلة ابنك آه والله العظيم الروماتويد استحالة حد يتخيل أنت موصلها دي أنت البني أدمى زي كان في إعلان الروماتويد أنا كنت صايمة على فكر كان في الروماتويد كنت صايمة عدنا الشط ده بتاع 12 مرة يا حبيبتي وأنا شايلة الولد ونزلة سلم المترو ولد كبير اسم الله ما شاء الله ما شاء الله ربيش في كل مريض يا ربش في كل مريض بس كنت سعيدة جدا ومستمتعة جدا بس نشوة أنت زي فاعتفهميني أنت لما بتجيلك شخصية حبها بتبداعي بتبأنتي نشوة خلاصة على جنب وبتبأنتي الشخصية طب خليل قبل نتفضل 30 ثانية هتعترف أن الولد مش ابنك ولا إيه لا ده إبني لأن أنا اللي ربيته والأم اللي بتربي لا داخل حالك تعترفي مش هعترف أبدا ولا يستحيل ده إبني وده اللي معذب ضميري هي صعبان عليها إيه صعبان عليها الرجل اللي بيتعذب ده وأمه بس هي كمان مش قادل طب قولي لأنا هفوذني بعد يعني هفوذني الفقرة أفوذني بس مش هتقولي لا مش أول ما حكون الفقرة خلصت معلش فلس تقولي لأنا يعني أستاذ محمد سامي يعمل لنا سانسفينس وتيجي ناشوة ضايعه لا خلاص أنا بس هتقولي أفوذني حمد روضان هايز عن منك أنا بس مرحاولي الولاني وانجراني وبس يعني واسحابي وحبايبي حربتي حربتي